نستكملها معك دكتور عمر خلينا نعرف إلى أي مدى الأسواق ستتفاعل مع فترة رئاسة جو بايدن يعني بالتأكيد اللقاح وأنصر حاسم في التوجه نحو إنهاء الكساد أو المضي قدما فيه يتوقف الموضوع على الموجة الثانية يعني ممكن نلاقي قفازات إذا بدأ استعمال اللقاح بالفعل في أسواق المال أعتقد أن مش هيكون فيه قفازات إنما هنحافظ على تحسن واتجاه تصاعدي إنما القفازات موضوع صعب جدا خصوصا في ظل استكشاف التوجهات الجديدة للسياسات الأمريكية لأن إذا كنا نتحدث عن السياسات فإحنا فيه مأذق موجود لأن الرئيس موجود ولكن هناك أغلبية جمهورية أخرى موجودة قد تعطل سياسات للتحفيز وبعض البرامج موجودة فهناك بعض التخوفات السياسية من هذا أيضا لازم نبقى واغدين بنا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه بعض المشاكل في حالة عدم نجاح اللقاح أو إذا كانت فعاليات أوليلا نحن وزير الاقتصاد الألماني بالأمس يتحدث عن ربما نستعد لإغلاق في ألمانيا لفترة قد تصل إلى أربع شهور رغم وجود الأنباء المبشرة عن اللقاحات وبالتالي حالة عدم التأكد ABC اقتصاد تجعل قرارات الاستثمار متذبذبة وبالتالي فكرة وجود قفزات في أسواق المال لا أعتقد أنها ستكون في القريب العاجل